موسيقى مرحبا بكم مشاهدنا الكرام الى حلقة جديدة من كشك الصحافة والذي نطالع فيها اهم واخر الانباء والمقالات الواردة في مواقع الاخبار والصحف العربية المهتمة بالشأن اليمني ونبدأ من موقع الموقع بوست والذي يثير تساؤلا قديما لم تتم الاجابة الكلية عنه في السابق بخصوص الدافع الذي جعل المخلوع الصالح يسلم اجهزة الدولة التي يسيطر عليها الى ميليشيا الحثي وعنوان الموقع لماذا سلم المخلوع صالح مقدرات الدولة في مقدمتها الجيش والامن للحثي وليس للرئيس هالي ووفقا للموقع فقد نجحت جماعة الحثي في السيطرة على العاصمة صنعاء خلال الفترة التي اعقبت 21 سبتمبر وذلك بتواطئ مباشر من قبل المخلوع صالح الذي اوعز للقيادات العسكرية والامنية الموالية له بالتسليم للحثيين مغية الانقلاب على الشرعية القائمة يضيف الموقع بوست سهم انصار المخلوع وخصوصا في المؤسستين العسكرية والامنية في تمكين ميليشيا الحثي من السيطرة على الدولة في شراكة متكافئة في الانقلاب لكن بشكل غير معلن اضل صالح ينفي علاقته بما حدث في 21 سبتمبر والاحداث اللاحقة بالرغم من ان دوره ودور قواته وانصاره كان واضحا ومعلوما للجميع ويرى مراقبون ان الحثيين هم صنيعة المخلوع صالح بامتياز فهو من سمح لهم بداية بتأسيس تنظيم الشباب المؤمن ودعمه باموال الشعب ودعمه باموال الشعب وسمح لمؤسسيه بالدراسة في ايران خلال الثورة الشعبية وقبل بذئ هيكلة الجيش سلم المخلوع مويدات عسكرية ثقيلة ومهمة للحثيين قبل ان يسلم لهم العاصمة صنعاء ومدن اخرى تابعت العديد من المواقع الاخبارية مشاركة مقاومة عدن في فك الحصار عن جبهة الضباب حيث عنوان موقع دن تايم في صفحته الرئيسية اهتمام اعلامي بمشاركة مقاومة داري سعد في فك الحصار عن جبهة الضباب وقالت التفاصيل اشعلت مشاركة مواقع مقاومة داري سعد اشعلت مشاركة مقاومة داري سعد في فك الحصار على جبهة الضباب بتاعز شبكات التواصل الاجتماعي التي نشرت صورا لأفراد مقاومة داري سعد الذين ضربوا اروع الامثلة في التضحية والفداء خلال تصديهم لغزو ميليشيات صالح والحثي ودحرهم الى غير رجعة يضيف عدن تايم تصدرت الشبكات صور افراد المقاومة ومنهم من ظلوا بعيدين عن الاضواء طيلة الفترة الماضية ويواصلون اليوم مسيرة كفاحهم في المقاومة لاجل استكمال تحرير وتطهير تعز كما عنوان الموقع مناشدات تطالب محافظة عدن بالتصدي لمخطط السطو على اراضي المملاح عن فوز الفنان التشكيلي ردفان المحمدي بلقب افضل فنان تشكيلي عربي في قسم الفن التشخيصي وعن بيت الفن في تعز الذي صقل موهبة المحمدي واصبح مهددا بالدمار بسبب الحرب كتب جلال المحية مقالا قال في اجزاء منه فاز زميلنا الفنان التشكيلي ردفان المحمدي على لقب افضل فنان تشكيلي عربي من خلال مشاركته بلوحة الرجل العجوز المتحسر على الحرب من نافذة منزله هل تدركون ما معنى هذا؟ لقد برع ردفان بتقديمنا للعالم من زاوية اللون وتقافة التكوين لا من فوهة المدافع كما يقرأنا عالم اليوم وعليه فأنا فخور بك لأنك كذلك ولأن بيت الفن بتعز كان مدرستنا لكنني في المقابل حزين كون بيت الفن ولوحته ومنحوتاته اليوم في مهب الريح ذلك البيت الذي قدر له أن يتربع في أعلى حارة قريش الواقع حاليا في خطوط تماسي الحرب فإن بقي فيه شيء فهو في خطر لا حسرتنا تجدي ولا أياد تنقذه ولا أقدامنا جريئة لننقل ما سلم من لوحاته إلى أماكن آمنة من يترى يثب لإنقاذ موروث التشكيلي في تعز وما تبقى من المكنوز المختزل لتعز خاصة واليمن عامة هل من هبة رسمية تبدأ من أطلال إدارته ولا تنتهي بأطلال صندوق التراث والتنمية وأطلال مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة لكني مسر أن متسعا من الوقت ما يزال سانحا للتدخل فقط إن توفرت النوايا لدى الكبار في تعز ولا أعتقد أن قيادة المقاومة والجيش الوطني سيتخاذلون لأن لوحاتنا ليست في قاع المحيط اصرخوا معي وشاركوا لا للاحتفاء بفوز رتفان فحسب بل لنتجنب لعنة هاشم علي ذلك العملاق الراحل روح تعز وإيقانة ألوانها التي رسمت رتفان وأرسل هدوده إلى المدى ليبلغ العالم أن ثمت نصفا أجمل ما يزال نابضا في عروقنا وأن الحرب وقبحها عارض ودخيل إلى موقع عدن الغد والذي عنون في صفحته الرئيسية مدير أمن أبيان يدعو كافة منتسبي الجهاز الأمني للعودة إلى أعمالهم وعفقا للموقع فقد دعا مدير أمن أبيان عبدالله الفضلي جميع منتسبي الجهاز الأمني في المحافظة من جنود وضباط وصف ضباط إلى العودة إلى أعمالهم والالتزام بالحضور وحثى مدير الأمن كافة أفراد الأمن في المحافظة للعودة إلى أعمالهم والانضباط وإعادة الحياة والسكينة بين أوساط المواطنين بعد فوضى عارمة عاشتها المحافظة لأكثر من عامين بسبب الحرب الأخيرة وسيطرت الجماعات المسلحة لاحقا على المحافظة وقال الفضل علينا التحلي باليقظة والثبات وتطبيع الأمن والاستقرار وردع كل من تسول له نفسه عودة المحافظة إلى مربع الفوضى لما من شأنه عودة العمل في كل المرافق الحيوية في المحافظة إلى موقع التغيير نت والذي تابع العديد من الموضوعات وعنوان ثلاث محافظات خارج سيطرة مركز صنعاء وتحرك لاستحداث بنك موازن أما في التفاصيل فقال الموقع وسط تحرك يمني لاستحداث بنك موازن أعلنت محافظة المهرة فكر طباطها مع البنك المركزي اليمني بضوء قرار رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر في وقت أصدر مكتب محافظ محافظة عدن توجيهاته بتوريد الإرادات الخاصة بالمحافظة إلى حساب مخصص للحكومة في عدن وقال مسؤول يمني رفض الكشف عن هويته إن الترتيبات تجري لبحث الخيار البديل بالطرق المناسبة خاصة فيما يتعلق بالجهة التي ستورد إليها أو ستورد إليها أموال الإرادات العامة للدولة من المحافظات المحررة حول النتائج الإيجابية المتوخة من هذا الإجراء قال المسؤول اليمني إن المسألة لا تأخذ من زاوية الإيجاب أو السلب وإنما من أنها نتيجة حتمية لخروج البنك المركزي عن حياده واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية وفقا للسياسة النقدية للحكومة وهي إحدى الوظائف الرئيسية للبنك المركزي تسرد فكرية شحر قصة امرأة نازحة تعرضت لكل أنواع المعاناة والعذاب دون أن يكترث لأجلها أحد وقالت فكرية في أجزاء من المقال المنشور في يمن مونيتر المعلوم أن اليمن ينتمي إلى منظومتين أمنيتين إقليميتين في آن واحد بحكم موقعها الاستراتيجي في المنطقة الأولى المنظومة الأمنية لدول بحر العرب والتي تبدأ من خليج عدن إلى خليج عمان ومضيق هرمز والمحيط الهندي ويتشكل هذا النظام الأمني الإقليمي من اليمن الجنوب الصومال وعمان وإيران وباكستان والهند وجزر المالديف أما المنظومة الأمنية الثانية فهي المنظومة الأمنية لدول البحر الأحمر التي تبدأ من خليج عدن وباب المندب وصولا إلى خليج العقبة ويتشكل هذا النظام الأمني الإقليمي من اليمن الشمال وجيبوتي وإرتيريا والسودان ومصر والسعودية وفلسطين أهمية تعز أنها تسيطر على منطقة باب المندب التي تتبع مديرية ذوباب أي صاحبة الباب باب المندب وليس ذوباب الحشرة كما يعتقد البعض وفي هذه المنطقة يقع جبل الشيخ سعيد الذي يهيمن على منطقة باب المندب وجزيرة رأس الدميرة في خليج تاجورة الأفريقي هذا الموقع التي تعز يجعلها الضامن الحقيقي لوحدة النظامين الأمنيين في جنوب الجزيرة العربية وستظل تعز بحكم هذا الموقع معرضة للخطر والتهديد المستمر بهدف تفكيك حلقات منظومة الأمن الإقليمي لكل من البحر الأحمر وبحر العرب وبالتالي ضرب منظومة الأمن الإقليمي في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية من هذا المنطلق من المهم إسناد دور الشقيقة الكبرى من قادة دول المنطقة في مجلس التعاون وفي المقدمة دولة الإمارات العربية وكذا دولة قطر من أجل الحفاظ على منطقة باب المندب وتأمينها وتطويرها اقتصاديا واجتماعيا ومن المهم أن تأخذ السعودية دورها الريادي في تحرير محافظة تعز من البراثن الحوثية العفاشية حفاظا على وحدة النظامين الأمنيين لبحر العرب والبحر الأحمر وبما يضمن وحدة اليمن واستقرارها إلى موقع المصدر أونلاين والذي جاء فيه صنعاء موظف الاتصالات يحتاجون للأسبوع الثاني للمطالبة بصرف مستحقاتهم يقول الموقع في التفاصيل تتواصل الاحتجاجات في المؤسسة العامة للاتصالات للأسبوع الثاني على التوالي ويطالب الموظفون بإطلاق مستحقاتهم الموقوفة من قبل المسؤوليين الحوثيين الذين تم تعيينهم في مؤسسة الاتصالات وفي ديوان الوزارة ويتابع الموقع يهدد الموظفون عبر نقابتهم بالتصعيد واتخاذ القرار المناسب أما أسباب هذه الاحتجاجات بحسب مصادر في المؤسسة فتعود إلى إيقاف قيادة المؤسسة جميع مستحقات الموظفين التي تشمل الحافز وبدل التنقل وبدل السفر ولم يتبقى سوى الراتب الذي لا يمثل 25% من دخل الموظف موقع يمن منتر عنوان تحركات حكومية تعيد امتيازات فقدها اليمنيون خلال الحرب في عواصم عربية وقالت التفاصيل إن الحكومة اليمنية بدأت تحركات مكثفة في عدد من العواصم العربية لإعادة امتيازات فقدها المواطنون اليمنيون بعد اندلاع الحرب خصوصا في الأردن ومصر وقالت وكالة السبع الرسمية إله جرى الاتفاق على عدد من الإجراءات الخاصة بتسهيل زيارة وإقامة اليمنيين في مصر وذلك في اللقاء الذي جمع وزير شؤون المغتربين على ويبافقه مع وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار ووفقا للوكالة فقد تطرق اللقاء الذي جاء كثمرة لزيارة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن ضغر للقاهرة إلى تسهيل التأشيرات والإقامة لليمنيين المتواجدين والزائرين لجمهورية مصر وفي المملكة الأردنية الهاشمية يجري وفد حكومي رفيع برئاسة نائب رئيس الوزراء زير الداخلية حسين محمد عرب مباحثات مع المسؤولين الأردنيين بخصوص القضايا التي تهم اليمنيين وذلك لتسهيل معاملات الزائرين والمقيمين فيها وقبل الانتقال إلى ما قالته الصحف العربية لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مجدداً نرحب بكم ونلقي نظرة على ما قالته الصحف العربية الصادرة صباح اليوم حيث نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن استفير خالد اليماني مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة قوله له لا تحركات تجري في نيويورك بشأن إصدار قرار جديد يتعلق باليمن بعد قرار الإنقلابيين إنشاء مجلس سياسي وعسكري يدير البلاد معللاً ذلك بأن قرار مجلس الأمن 2216 كاف لحل أزمة البلاد وقال اليماني في تصريح للشرق الأوسط لا يوجد في الأفق القريب أي نية لإصدار قرار جديد يتعلق بإدانة القوى الإنقلابية المتمثلة في الحسيين وأتباع المخلوع صالح لا سيما بعد الخطوة الأخيرة الخطوة الأحادية وغير الدستورية بإنشاء مجلس سياسي وعسكري يدير البلاد وتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 سيقطع في حال تطبيقه شوطاً كبيراً في حل أزمة البلاد وعن مشاركة بعض ممثلي الأمم المتحدة في حفل ما يسمى بالمجلس السياسي والعسكري لأتباع صالح والحسيين في صنعاء أكد اليماني أنه تم إرسال رسالة احتجاج قوية اللهجة للأمين العام للأمم المتحدة التي عليها مسؤولية كبيرة في عدم مساندة القوى الإنقلابية وفي موضوع منفصل أشار السفير خالد اليماني إلى أن الطرف الإنقلابي كان ولا يزال يستخدم اسم منظمة أطباء بلا حدود لإثارة الضاجة الدولية مجدداً تأكيده بأن هناك إشكالية في عمل منظمات الأمم المتحدة في صنعاء وجرى توضيح ذلك لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة عدة مرات وإلى صحيفة العربي الجديد والتي عنونت في إحدى صفحاتها الحرب اليمنية تشطر النظام التعليمي وتقول العربي الجديد عمل تقاسم سلطتي الحكومة الشرعية والقوى الإنقلابية المسلحة لمنطقتين مختلفتين جغرافياً على التأثير بشكل خاص على العملية التعليمية الأساسية والثانوية تضيف الصحيفة بدأ الانشقاق في وزارة التربية والتعليم بعد تحرر بعض المحافظات من سيطرة الحوثيين والتنظيم القاعدة على رأسها عدن ولحج والضالع وأبين وحضر موت ومارب والجوف تابعت العربي الجديد أجبر الحوثيون مكاتب التربية والتعليم في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم على عدم التجاوب مع توجيهات الوزارة القاعمة في عدن والتي خاطبتهم مراراً بالتنسيق للمتحانات وأبلغتهم بالقرارات الجديدة المتخذة وعلى رأسها تغيير موعد امتحانات الشهادة العامة أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس أن المكاتب التعليمية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي لم تستجب للنداءات المتكررة بالانتزام بمقرارات الوزارة الصادرة من عدن باعتبارها تمثل الحكومة الشرعية من العاصمة السياسية المؤقتة تعيذ كمنطقة تقاطع لنظامين أمنيين متمحورين تحت هذا العنوان كتب عبد سالم مقاله المنشور في موقع المصدر أوننايل وقال في جزء من المقال المعلوم أن اليمن ينتمي إلى منظومتين أمنيتين إقليميتين في آن واحد بحكم موقعها الاستراتيجي في المنطقة الأولى المنظومة الأمنية لدول بحر العرب والتي تبدأ من خليج عدن إلى خليج عمان ومضيق هرمز والمحيط الهندي ويتشكل هذا النظام الأمني الإقليمي من اليمن الجنوب الصومال وعمان وإيران وباكستان والهند وجزر المالديف أما المنظومة الأمنية الثانية فهي المنظومة الأمنية لدول البحر الأحمر التي تبدأ من خليج عدن وباب المندب وصولا إلى خليج العقبة ويتشكل هذا النظام الأمني الإقليمي من اليمن الشمال وجبوتي وإرتيريا والسودان ومصر والسعودية وفلسطين أهمية تعز أنها تسيطر على منطقة باب المندب التي تتبع مديرية ذوباب أي صاحبة الباب باب المندب وليس ذوباب الحشرة كما يعتقد البعض وفي هذه المنطقة يقع جبل الشيخ سعيد الذي يهيمن على منطقة باب المندب وجزيرة رأس دميرة في خليج تاجورة الأفريقي هذا الموقع لتعز يجعلها الضامن الحقيقي لوحدة النظامين الأمنيين في جنوب الجزيرة العربية وستظل تعز بحكم هذا الموقع معرضة للخطر والتهديد المستمر بهدف تفكيك حلقات منظومة الأمن الإقليمي لكل من البحر الأحمر وبحر العرب وبالتالي ضرب منظومة الأمن الإقليمي في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية من هذا المنطلق من المهم إسناد دور الشقيقة الكبرى من قادة دول المنطقة في مجلس التعاون وفي المقدمة دولة الإمارات العربية وكذا دولة قطر من أجل الحفاظ على منطقة باب المندب وتأمينها وتطويرها اقتصاديا واجتماعيا ومن المهم أن تأخذ السعودية دورها الريادي في تحرير محافظة تعز من البراثن الحوثية العفاشية حفاظا على وحدة النظامين الأمنيين لبحر العرب والبحر الأحمر وبما يضمن وحدة اليمن واستقرارها صحيفة الاتحاد الإماراتية تابعت آخر التطورات الميدانية وعنونت مقتل عشرات الإنقلابيين في نهم وتعز وبيحان ورداع تقول الصحيفة أجهى تحالف العربي ضربات قاسمة إلى ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية أسفرت عن مقتل وجرح عشرات العناصر في نهم التي أحرزت فيها قوات الشرعية المزيدة من التقدم باتجاه صنعها وتضيف الصحيفة أن ست غارات استهدفت معسكر الصيانة في حي النهضة شمال غرب العاصمة كما نفذت المقاتلات غارات على قاعدتين تابعتين لقوات الحرس الجمهوري وقال سكان الاتحاد إن سبع غارات استهدفت معسكر الخرافي كما أصابت ضربات أخرى معسكر لواء 63 المرابط في منطقة بيت دهرة التطورات الميدانية في محافظة أبيان كانت من ضمن أخبار صحيفة الخليج والتي عنونت بهذا الشأن الجيش يبسط سيطرته على منطقة الوضيع في أبيان حيث سيطرت وحدات من الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية على بلدة الوضيع مسقط رأس الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي في محافظة أبيان قال مصدر عسكري طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الأعلام للخليج إن وحدات من الجيش معززة بعربات ومصفحات عسكرية دخلت إلى مديرية الوضيع ونشرت جنودها على مداخل ومخارج المدينة وعلى مرتفعات الجبال القريبة ومن عنوين الصحيفة أيضا التحالف يقصف منشآت عسكرية للميليشيات شمالية صنعة صحيفة القدس العربي تابعت الأوضاع الاقتصادية في اليمن وعنورت البنك المركزي اليمني يواجه أزمة خانقة وموظفو الدولة في صنعاء يبدأون إضرابا عن العمل إثر رفضه صرف رواتبهم وتقول القدس بدأ البنك المركزي اليمني الذي يقع تحت سلطة الإنقلابيين بمواجهة عاصفة الانهيار التي اجتاحته إثر عجزه عن دفع رواتب موظفي الدولة بعد قيام الحوثيين بصحب كل أرصدته دون مسؤولية ووصل الحال به إلى انعدام السيولة من العملة المحلية وقال مصدر الاقتصادي للقدس العربي إن انعدام المسؤولية لدى الحوثيين وحلفائهم من حزب المخلوع الصالح أوصل البنك المركزي اليمني إلى حافة الانهيار وعجزه عن دفع رواتب موظفي الدولة والميزانيات التشغيلية للوزارات والمؤسسات العامة في العاصمة صنع وأكد أنه من المتوقع خدوث الانهيار والمسألة مسألة وقت مع استمرار فوضى الحوثيين في التصرف بمخزون البنك النقدي والسحب منه ومن أرصدته بدون مسؤولية لتغطية نفقات المجهود الحربي لأتباعهم في جبهات القتال وشراء ولاءات الأعيان ومشائخ القبائل المحاذية لصنع موسم الهجرة إلى الشرق البارد تحت هذا العنوان كتب عبد الحميد أجماهيري عن الدور الذي ترغب روسيا في لعيبه حاضرا وقال الكاتب في أجزاء من مقاله المنشور في العرب الجديد لن يجد بوتين سليلو كيجيبي في الذكرى الخامسة والعشرين للانقلاب الفاشل الذي قاد إلى انهيار امبراطورية الاتحاد السوفيتي شيئا أفضل من التسابق الشرق أوسطي نحو موسكو بعد أن ظلت أمريكا تصنع التحالفات وتصنع الأنظمة ضد بقايا موسكو وأشباح الصين القادمة ففي مثل هذا الأسبوع الجاري من أغصص الذي نودعه من سنة 1991 دخلت مجموعة من الدبابات إلى موسكو يقودها متشددون في الجيش الأحمر الشيوعي وقتها أكد هؤلاء الانقلابيون بقيادة نائب الرئيس السوفيتي ورئيس جهاز الاستخبارات السوفيتية كيجيبي ووزير الدفاع أن الرئيس السوفيتي ميخايل كورباتشوف الذي كان يمضي آنذاك إجازة في القرم غير قادر على تحمل مسؤولياته لأسباب صحية مطالبين بإعلان حالة الطوارئ كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية فلأول مرة منذ 25 عاما بالضبط أي المدة التي فصلته عن الانقلاب تعود روسيا إلى قلب السياسة في الشرق الأوسط ومن سوء حظ واشنطن أن بوتين يعرف ما يريد من الحرب في سوريا بعيدا عن الحفاظ على حليف دائم لطالما أطلقت روسيا الاتحاد السوفيتي على أمريكا تعبير الجزيرة العالمية في حين تسمي الأدبيات الجيوستراتيجية المحيط الروسي أو أورو آسيا الأرض العالمية وفي التسمية يكمن الكثير من الفهم الخاص بالتنافس العالمي فمن يدري قد يحلل الشرق الأوسط الملتهب أن ينعيش نفسه في الشرق الروسي البارد بهذا القدر من مطالعة الصحف العربية ومواقع الأخبار نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة متابعوا معا مجموعة تم رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر